السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعت لكم بمقاطعة جديدة عن تسريبات 1.20 والتحديث السابق طبعا نزل والناس قامت نزل نظريات عن الواردن او اي شيء وهذا التحديث القادم راح يكون على الاند ام عن الهيرو براين او رجوع الهيرو براين او عن بعد اخر في ماينكرافت وفي هذا الفيديو راح نشوف 10 اشياء ممكن ضافتها في التحديث القادم رقم واحد من الممكن ان الواردن راح يكون مساعدك الاندرمان مثلا اذا رحت للاند راح تلقى اندرمان مساعد لدراغون فمن الممكن ان الواردن اذا فتحت البوابة الجديدة راح يكون مساعد للبوسس ثانيا ماينكرافت الضغط روع الامراض ما راح تكون بهذا الشكل اللي هو بهذا الشكل اللي بالصورة خطأ راح تكون بشكل جديد اللي هو بهذا الصورة وراح تكون قوتها اقعون الدايموند او اقل ثالثا لوعيب ماينكرافت او بعضهم قام يملون من هذا التحكم القديم فمن الممكن انه في التحديث القادم راح يضيفون تحكم جديد اللي هو بهذا الفيديو او تم التأكيد انه ريوس اسباك يعني بالتحديث وعبه 2019 فمن الممكن ان التحديث القادم راح يكون رسمي رابعا من الممكن ان عودة الهير براين راح يرجع فتقريبا قبل اربع سنوات حذفوا الهير براين من اللعبة واخذ ظرور له كان في تقريبا تحديث 1.14 وما طلع بعد الهير براين من هذه الاصدار فمن الممكن انه يرجع بالتحديث القادم خامسا من الممكن ان الزومبي راح يظهر له تطوير او زومبي جديد راح يضيفون للعبة بهذا الشكل لأن صراحة ان الزومبي القديم كلش كلش ضعيف وينكتل تقريبا فالسهولة راح تكتله سادسا هل راح يتغير شكل الاند او راح ينزل تحديث للاند طبعا هذا اكثر توقع اكثر توقع للاند يعني تعديث الاند راح يكون 1.20 فمن الممكن انه الاند راح تتغير او راح يعني تغير معها الدراجون او راح يصير اقوى فمثل ما تتشوفون بهذا الفيديو يعني توقعات للتحديث او شون راح تصير الاند او وحوش لان مثل ما تتشوفون هذا الشكل اصفر فمن الممكن ان ينزل تعديث الان صراحة صراحة began وقامت من الاندلين كل ما ينكتنون تنين بشكل قديم إن شاء الله رح يضيفوه سابعا هل رح يضيفون فيلجار جديد للعبة مع كل تعديث رح ينزل بويم ومن كل بويم رح ينزل فيلجار تقيير جديد فإذا رحت للبويم اللي هو الغابات رح يتلقى فيلجار جديد أو بهذا الشكل وإذا رحت للمستنقات راح تلقيه اللي هو فيلجار بهذا الشكل فمن الممكن انه ينظف في التعديث 1.20 قبل لا اروح للرقم الثوانية اريد اشكركم على تفاعلكم فان شاء الله راح نوصل لك التالف مشترك ثامنا البوابة هي القديمة بالتعديث 1.19 ما راح تشتغل فمن الممكن انه بتعديث 1.20 راح تشتغل او راح تنفتح يعني بعد اخر او راح يكون بوسس جديد اللي هو بهذا الصورة فمن الممكن من الممكن انه يصير بوسس تسعة في التعديث الاند من الممكن انه يتغير لون التني من الاسود الى الاحمر ويتغير لون ضربته من الممكن عشرة واخيرا مترا راح يكون موعد تعديث 1.20 طبعا تعديث 1.19 طبعا نزل قبل اعتقد شهر او شهري فمن الممكن انه 1.20 راح ينزل بنهاية الشهر العاشر وبس هنا وصلنا للحلقة لا تصدر اشترك بالقناة وتفعي زر الجرس وبس يالله شكرا لكم